أفادت وزارة الصحة الأوكرانية بمقتل 198 شخصاً من بينهم ثلاثة أطفال جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا وأعلنت بلدية كيهف حظراً لتجوال يبدأ اليوم حتى الساعة السامنة من صباح بعد غد الإثنين مضيفة أن جميع الموجودين في الشوارع خلال هذه الفترة سيتم اعتبارهم أعضاء في مجموعات من المخربين الأعداء ما بين دولة تحارب دفاعاً عن أمنها القومي وأخرى تصمد حماية لسيادتها يبقى الوضع على ما هو عليه بين روسيا وأوكرانيا خاصة بعد فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار حول أوكرانيا اقترحته الولايات المتحدة وألبانيا وبينما يحاول الساسة حل الأزمة تتواصل المعارك على الأرض حيث أكدت روسيا أنها استهدفت بنا تحتية عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز أطلقت جواً وبحراً فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مئات المنشآت العسكرية وإسقاط عدد من الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة الأوكرانية كما أعلنت كذلك سيطرتها على مدينة ميليتوبول جنوب شرقي أوكرانيا كييف من جانبها نددت بما قالت إنه استهداف للمدنيين ونشرت السلطات الأوكرانية مقاطع لاستهداف مبان سكنية قرب مطار جولياني بالعاصمة فضلاً عن إعلان الجيش الأوكراني صد هجوم شنته القوات الروسية على أحد مواقعه في شارع النصر وهو أحد الشوارع الرئيسية في كييف إلى جانب نجاح السيطرة على محطة كييف للطاقة الكهرومائية في تلك الأثناء واصل الرئيس الأوكراني هولوديمير زيلينيسكي طرق أبواب ساسة الغرب مطالباً بانضمام بلاده للاتحاد الأوروبي التارة ولحلف النيتو تارة أخرى دون رد كما رفض زيلينيسكي دعوات بعض الدول بمغادرة بلاده حفاظاً على حياته وفي تسجيل مصور نشره على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي من أمام مكتبه في العاصمة حث الرئيس الأوكراني شعبه على المقاومة ومواصلة القتال دفاعاً عن أوكرانيا في الآوينة الأخيرة كان هناك الكثير من المعلومات المزيفة التي تروج على الإنترنت تتحدث عن دعوتي لجيشنا إلى إلقاء السلاح والإخلاء أنا هنا لأؤكد لكم أننا لن نقيا السلاح سندافع عن دولتنا وأرضنا وأطفالنا ولن نترك ساحة المعركة إلى ذلك يواصل طرف النزاع تمسكهما بموقفهما حتى اللحظة الأخيرة بينما تواصل ولايات المتحدة وحلفاؤها من دول النيتو وأوروبا التنديد بالعملية الروسية واستحديث عن مقترحات بشان محادثات مرتقبة بين الجانبين